من اللعب والطفولة إلى الزواج والمسؤولية العراق يستعد لتشريع زواج الأطفال دون سن التاسعة وسط احتجاجات ورفض لتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي سيدفع إلى زيادة حالات الطلاق وخطر العنف الجسدية فضلاً عما سيخلفه من أضرار صحية وبدنية ونفسية وحرمان من التعليم وغيرها تعديل قانون الأحوال الشخصية ربما هو ليس تعديل بل هو إضرار بالمرأة العراقية فسن الثامنة هو سن الطفولة وليس سن البلوغ الآن نرى الاختلافات في الأفكار واختلافات في العادات والتقاليد أكيد نرى زيادة حالات الطلاق بسبب زواج القاصرات أو زواج المبكر فنحتاج إلى دراسة حقيقية في هذا القانون وما بين العادات والتقاليد وإجبار الأهل إحدى ضحايا زواج القاصرات تتحدث لشاشة الفلوجة عما تعرضت له من تعنيف وحياة بائسة خلال زواجها وهي في سن الرابعة عشر من عمرها فبعد زواجها بفترة توفي زوجها لتصير هي المسؤولة عن طفليها وهي لم تبلغ حتى سن الرشد آن ذاك وحتى الآن وبعد إن بلغت من العمر ثمان وعشرين عاما ما زالت تدفع ثمن زواجها المبكر وحدها لم تكن أعرف أي شيء يعني قلت نفس ما يحكولي يطلع الزواج صدق قالوا لي تستقرين وحياة حلوة وراح ترتاحين وشفت العكس من الزواجت طلع كلامهم عكس اللي شفتها تعرضت إلى ضرب ومسؤولية والأشياء اللي ما أعرفها يصير ضغط علي من العائلة ومن زوجي يعني تجربة أبداً مو صحيح وصار عندي أطفال يعني وصلت مرحلة انهيار يعني حتى فكرت أنه أنتحر من الضغط النفسي والتعب وشفت يعني شيء صعب بحياتي وبين المذاهب والقانون حق المرأة ما يزال يناقش على طاولة البرلمان فهل سيشرع تعديل القانون ويسلب حق المرأة بالميراث والتعليم والطفولة والحضانة أم ستبقى المرأة مكرمة تحظى بحقوقها الكاملة من الأمبارد ريسيحيا قناة الفلوجة